من كل قضية وقضية وقلنا بوضوح في تلك المناسبة التي قلناها في عمام على مقربة من أضوية القدس قلنا بأن فلسطين ينبغي أن تتحرر بل ويجب أن تتحرر وكان هذا القول يبدو غريب على مسمع بعض الأوساط لأن الدبلوماسية العربية قد مردت التعابير ومسحت كل حافاتها الحادة التي تظهر القضية بوصفها الصحيح فأعطتها أوصاف شيء حقوق العرب في فلسطين وشيء حقوق الفلسطينيين في أرضهم وشيء وشيء أما تعبير تحرير فلسطين وكأنه أصبح حالة غير مسموح أن يلفظها على الأقل المسؤولين في الدولة لكل الدول العربية بلا استثناء قلنا أن فلسطين عربية ويجب أن تتحرر ولم نكتفي بإطلاق الكلام العام وأنما قلنا بأننا نرى أضواء القدس من بغداد على خط مستقيم بل أن القدس تعيش في ضمائرنا يوميا ولن ننسى ثم عرجنا على دور أمريكا في المنطقة ووصفناه ومكانتها في العالم بعد اختلال التوازن ووصفناه وقلنا بوضوح بأن أمريكا ستنفرد بالعالم لمدة قبل تزيد على خمس سنوات منفرادا منفلتا فهل ستتصرف أمريكا بمسؤولية الجهة المنفردة عندما يدخل حكمة إلى أقول من تنفتح أمامهم مثل هذه الفرصة أم أنها ستنفرأت ستتصرف بطريقة أنانية تغيظة وستتصرف بطريقة الشهوة في السيطرة على العالم لإملاء إرادة الشيطان عليه بدل من دخول الحال مدخل العلاقة الإنسانية المتوازنة الشريفة القائمة على الحوار والتفاعل الإنساني في العلاقات والمصالح ورجحنا قلنا بأن أغلب الظن بأن أمريكا سيختل توازنها وستحاول فرض إرادة شغيرة متسلطة على العالم ولكي يتم لها هذا لابد من أن تسيطر على بيترول الشرق الأسر وعند ذلك ولأسباب ستراتيجية كونية وليس لأسباب تتعلق بالعرب لوحدهم فإن السيطرة على إرادة العرب مطلوبة من أمريكا في هذه المرحلة أكثر من أي مرحلة مضت وعلى العرب أن يعدوا لعدة لمثل هذا التحول ولم نكتفي بهذا بل قلنا بأننا سنقاوم هذه المحاولة لأنها تمس بإنسانيتنا وبالإنسانية العامة وتمس بمبادئنا القومية والوطن ربما بعض العرب يعنوا بما فيه الكفاية بذلك الخطاب ولكن الصهينة والأمين